النهاردة هنعمل مع بعض يا حبيبي البرسير الشفاف الامر اللي انت شايفه دوت بمكونات بسيطة جدا خلطة جبارة قوي هتقضي على اصعب البقع من الملابس. مفيش احسن من كده تاني شفافية وحاجة كده نظافة وريحة وحاجة امر. لايكات بسرعة يا امرات ويلا بينا نشوف عملنا العسل الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم كل اخوتي وكل حبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. عاملين ايه امرات يا رب دايما ان تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. عمل ده لكم ملف كبير كده على القناة اسمه ملف تعليم المنظفات. وفي ملف تاني لتنظيفات البيت. وملف تالت لافكار وحية المنزلية. وملف للشعر وملف للبشرة. ملف للتخصيص. ملف فيه كل منتجات الصيدلية الرخيصة. لو عايزي حاجة من دول يا امر اكتبيلي تحت في التعليقات ابعد هيلك. هنصلي عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتحوتي لي واحدة لايك بسرعة بسرعة. وين قول الوصفة بتاعة النهاردة. وصفة النهاردة من الوصفات المقربة الى قلبي لاني كده عارفة الوصفة الامر كده لو شوية برسيل صراحة عسل كده هيخلولك الهدوم نظافة ما بعدها نظافة. لو الواحد بيعملهم كده ايه زي عشان يرجع الالوان تاني امر وفي نفس الوقت عشان لو في بقعة كده حاجة في لائة الاميز حاجة في القمة حاجة في الشراب يطلع معك بمنتهى السهولة. حرفيا بتقضي على كل البقع الصعبة. بص حبيب ايه. اول حاجة هنحتاجها عندك كوب مسحوق. طبعا اي نوع مسحوق عندك مفيش مشكلة. تجي بسايب تجي بيه جاهز زي ما انت عاوزها. تمام تمام. هنركنه على جنب. تاني حاجة بقى عاوزها وهو نص كوب من الزيت المستعمل. طبعا كلنا عندنا زيت مستعمل. برضو ركني على جنب دلوقتي لحد ما نشتغل في الوصفة. هادي ركني انت جنب. ركني انت جنبك. تمام? دلوقتي بقى يا امر عايزة كده شوية يمت مسلا اقل من يعني رابع كوباية من المياة. الكوباية اللي انا هحط نصها زيت عايزة احط في ربعها مياة. تمام? ويردت يكون مياة ساعة عشان هدود فيها بطاس. هحط فيها بقى غالية معلعتين كبار من البطاس. البطاس اللي هو ايه رشف الدول العربية بتسموه عندكو بشار او بتسموه عندكو كترونة او بتسموه حجر تسليق المجال. هياخد منه معلعتين كبار. اتفتح يا زي ما قلتلك يا امر انك انت لما تيجي تعمليه استخدمي مياة ساعة تكوني خطها في التلاجة او في الفريزل عشان ما يطلحش عليك ابخرة فيضيقك كده لو انت عندك مشاكل في الزيوب الانفية او عندك مشاكل فيه التنفس. سويني افتحهم. ده انت غلص تستفتح. تمام. هنحط معلعتين بسم الله من البطاس. شايفين كده يا امرتي? تمام جدا. تقفل الكيس بقى بسرعة عشان ما ياخدش رطوبة. فتيجي بعد كده تعملي بيت لقى الصابون ما الصبنش بتقولي ايه ده يا رشد البطاس او الصابون ما الصبنش ليه فده بيكون عيب بتقصر. هتديله بقى تقليبة. طبعا لازم يدوب تماما. ما نفعش ان انا خبت المية كده وجري. ايه شوية عن المعلقة عايزة نزلهم. ايوا عسلين وبتسمعوا بكلام. نزلوا. نزلوا اللي عن المعلقة المغلسين. بس في امر. هتقلبي كويس جدا. لحد لما يدوب كده اعمل كده ما لاقش اي اشور. بعد كده هتركنيه على جنب الحد لما يبرد تماما. ما تستعجلش في الخطوة دي. لانك لو ما يبردش اتلاقي الوصفة طلعت معيك حاجة تانية خلص. تمام? اول ما يبرد هركع لك تاني. نكون بقى حضرنا نص كباية من الزيت. وهي حضرنا الكباية من المسحوبة. وارجحت لكم تاني يا حبايب قلبي. حضرنا كده هو نص كباية من الزيت. زي ما قلت لكم كباية الزيت دي. بيبقى ربعها مية اللي احنا بنحطه على البطاس. ولو يعني اقل من ربع كمان مش هنقول لك لأ. تاني مكون بقى يا نور عيني وهو البطاسة هو اتبرد تماما. هنحطه هنا. قلنا لازم يبرد. فطبعا لما انت بتحط على المية ساعة فبيبرد معاك بسهولة. برضو بيحتاج قطر كنية شوية بس برضو بيكون اسرع يعني. تمام? هنقلب بقى. طبعا كل ما هنقلب كل ما هتلاقيه زيتماسك معاك كده. والقوان بتاعه تغير او بالبلد كده اتصب من معيك. تمام كده يا امراتي. عندك هند بلندر حطي. عندك كنت انا بقى قبل كده سألوكم سؤال بقول لكم انا ما جربتوش الصراحة في خلاط. لان في ناس بيسألوا وقولوا يا رشاو ينفع نحطه في الخلاط. فجيت قلت لكم انا ما جربتوش. لكن بالهند بلندر ينفع. وبالمضرب ينفع اللي هو المضرب العادي او مضرب الكهرباء. ففي قلت لكم لو في حد فيكم جربه في خلاط يكتب لي في التعليقات عشان نقول لاخوتنا على ان معانا ناس كبار السن. فطبعا احنا عارفين ان الحركة دي بتحتاج مننا دعليق كتير جدا. فقالوا لي في التعليقات ايو يا رشا انا جربناه في الخلاط وفعلا بتبقى ما تكتو حلوة جدا وبيتصب معانا بمنتهى السهولة. فلو في حد كبير او حاجة. ويعاوز موضوع يعمله في الخلاط ممكن بتعمليه في الخلاط عادي. برضو السؤال التاني اللي انا بتسقله في التعليقات. انه هو مسلا تيجي واحدة تقول لي هو ما ينفحش زيت عادي زيت نضيف فهو لازم زيت مستعمل لينفع طبعا لو انت عندك زيت نضيف مفيش مشكلة حطيه. تمام? سواء عادي سواء نضيف مفيش مشكلة. هنقلب بقى قوي جدا كده. هقفل انا عشان مطولش عليكم الامارات. لايقات بلا عليكم. ويرجع لكم تاني. رجحت لكم تاني يا حبيبي زي ما انت شايفة كده القوامة عمالية قل معانا. بصي. كده حلو جدا. هنزل عليه بقى بكباية من المسحوق. ده مسحوق بودر اهو. نفس الكباية برضو بتاعت الزيت اللي انا حطيتها نصها زيت. وحطيت اقل او ربعها مية. نفسها كده بقى كلها ايه مسحوق. بصي بقى ركزي معي في شوية المسحوق دول هقول لك ايه. هو هنا عمل تكتلات كده او كور لانه كنت ايه لالكولوجي الامورة حطيت لي عليه عكيس شوية مية. تمام? بص بقى. لو انت غسلتك تمام? فممكن في الخطوة دي تحطي الكوب دوت اريال اوتوماتيك. ولو انت غسلتك فوق اوتوماتيك اللي بابها من فوق او غسالة اطفال او غسالة عادية او اي غسالة كده او هتغسلي على ايدك او او على حسب طبعا. فحضرتك هتحطيه مسحوق عادي. طب انا يا رشا لو ما عنديش مسحوق اوتوماتيك. وعندي مسحوق عادي. بس انا برضو هستخدمه الغسالة اللي هي بابها على الجنب ديت. مفيش مشكلة. حطي مسحوق عادي خالص. وفي الاخر اقول لك هتحطي عليه ايه? هتحوليه لأوتوماتيك. ما تكلفيش نفسك. يعني انت لو مش عايزة تكلفي نفسك مفيش مشكلة. حطي هنا كدية مسحوق عادي. وفي الاخر خالص هقول لك يا حبيبتي ازاي تحوليه لأوتوماتي. هقلب انا بقى كده لحد ما نعمه وارجع لكم تاني يا امراتي. بص بقى كده يا قلبي. قلبت خالصة هو. تمام. هسيبه بقى كده لحد لما ينشف تماما. اول لما ينشف هرجع لكم تاني يا امرات ونكمل خطوات. وارجحت لكم تاني يا حبيب قلبي بعد ما نشف معنا تماما بصي. بقى زي الحجر تماما. طب ايه اللي مطلوب بقى يا رشال ان احنا نعمله? ان احنا طبعا هنطلعها من هنا. دي حاجة. وفي نفس الوقت ان انا اقشرها بالمبشرة. عشان تبقى سهلة معايا لما انا اخطها في مية واخطها على النور. لما بتتحط على النار يا نور عيني لازم تكون في حلة ستلس او تكون في حلة كون صوت. ما ينفعش ان انا اخطها في حلة الامونيا عشان ما تتفاعلش مع البطوص. تمام كده? يبقى انا هطلع القلك ده ممكن تحطيه سليم في الحلة مفيش مشكلة بس هيغلبك شوية على النور. فالاحسن ان انا بشره بالمبشرة وحطه في الحلة ونرجع نشوف هنعمل ايه? بصوا كده يا حبيب قلبي بشرته بالمبشرة زي ما انت شايفة اهو ناعم جدا كده حلو جدا. هجيب بقى اي حلة صوت زي ما قلت لك او اي حلة ستلس هحط فيها علشان الالمونيا هيصدي. تمام? الالمونيا هيتاكل. هحط هنا كده اهو. تمام? نزل كل ده. هنا في حتة هين ستة اعملها باعملها دلوقتي برضو ما فيش مشكلة. تمام? هحط بقى على نص الحلة دي مياه كده ولا حاجة? ولا عليها وطيه واعد اقلب وارجع لكم ده. كده يا قلبي بقى جبناه على النارة هوت وحطنا له مياه ووطينا عليه كوي جدا. ايديك فيه بقى تعود كل شوية تقلبيه بالمنظر ده. بس لازم تكون موطيه عليه عشان ما يتحرقش منك. بصي. تحس ان القوان بتاعه عمال ايه? زي يتقلم معنا واحدة في واحدة. طبعا مش هطفع لي دلوقتي هوريك امتى المرحلة اللي انت تطفي عليه. بس ايدك في كده هتقعد يتقلبي. شوية كمان وارجع لكم تاني يا اماراتي. الحاجات السودة دي اللي جوة بتلعب دي. الالوان اللي بتبقى موجودة في المساوء اللي احمر والبنفسي الجوي ده. تمام? شوية وارجع لكم. بصوا كده يا اماراتي. برضو فات يجي ايه? تلاتة اربع دقايق كده. اوليك برضو عمل ازاي? اه كل ما بتسبيه. تحسي كل ما بيتقل وكل زي ما بيزداد ايه? شفافية كده. برضو مش هقفل عارف الخطوة دي. ايه دي فيه كده بقلب براحة? واسيبه برضو شوية كمان كده يتصبل مع نفسه. شوية وارجع لكم حبيبي. بصوا بقى كده حبيبي قلبي. انا بقى هنا طفيتها عليقة هوت. بتحسي زي ايه? لونه بدأ يبقى شفاف كده شوية. فهمت علي? بصي. هطفي بقى وهنشوف هنعمل ايه تاني? وارجحت لكم تاني يا حبيبي بقلبي. بجيب هنا بقى اتنين لتر او تلاتة لتر من المية. زي ما قلت لك قبل كده واحنا متعودين مع بعض. افضل يقليل في طمية المية في الاول. وفي الاخر زود براحتك. احسن ما يا فرحيت شاعد احط خمسة في خمسة في حاجات كده. وفي الاخرى بصة لايه سايل مني? واقول يا رشا ايه ده? ده بقى سايل امال انا هتايله الزج. لما يكون معايا تقيل وانا اخففه احسن ما يكون العكس. تمام? تمام. هدا وفيهم معلقة كبيرة من ملح الطعوب. ملح الطعام طبعا قلنا انه هو بيدي هنا شفافية وبيديك كده القوام اللي هو بتاع الصبون اه اللي بيديك القوام معلقة كبيرة من الملح. طبعا الملح بيدي البرسيل شفافية كده وبيديك القوام بتاعه برا. تاني حاجة عوزاهة حبيبة قلبي وهو الكربونوتو. كربونوتو حلو جدا طبعا بيديكي نظافة لو في بقعة كده بقعة كده بيطلعها معاكي بسهولة. بعد كده المكون ده بقى وتخلي بالت منه. الا وهو السكر. اللي بيتحط ليه الغسلات اللي هي فيها الرغوة بتتحط عادي. يعني الغسالة اللي بابها من فوق او غسلت الاطفال هتحط سكر. اما الغسالات اللي بابها من على الجن بتاعت دي دي مش هنحط سكر بل بالعكس هنحط معلقة صغيرة من ملح اللمون يمنع معنا الرغوة تمام. تمام? هحط بقى المكونات دي هنا كده كلها. وديه له تقليبها. يبقى السكر بيتحط لما بكون حاجة او زالها غسلها فيها عادي لو انت استخدمت فيها رغوة. الا لا ده انا مش عايزة رغوة ده انا غسلها يا رشا يا بابها من على الجن بيبقى حبيبتي تحطي زي ما قلت لك ملح لمون. وهي دي التركة اللي انا قلت لك هقولها لك في الاخر لو انت حتى نحطيتي مسحوق عادي مش اوتوماتيك برضو ايه لو انت حطيتي ملح اللمون خلاص ما تقلقش جدا على هنغسلتك. هنقلب بقى المكونات دي كويس جدا كده. لحد لما تدوب. المية دي امراتي مية عادية بردة مش سوخنا ولا حاجة. هنجيب بقى اللي احنا عاملينه في الحلة هوا. بسم الله. ونطلقه هنا. سؤال الحلقة. وعليه ازازي برسيل هدية. في حاجات كده في بقايا الحلة اللي يقول لي دي ايه? آآ يبقى امر جدا. ده كده يبقى حد ده. ايه 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 اللي في الحلة من تحت ده? زبالة دي ولا ايه? اللي يقول لي ايه اللي في الحلة دي? يبقى ده حد كده. واستاذ ورئيس كسر. يقول لي بس عشان احنا نسقف له ونديره بوسائد. فننزل كل اللي في الحلة. تمام كده? هعمل لك شوية برسيل عسل العسلات. تمام? تمام. بص معي يا امروية. بسم الله. هنعمل ايه? هندي بس التقليبة. طبعا زي ما انت شايفة اهو. عمال يتقل. زي ما قلتلك. نحط الميا ايه? بالعقل كده. وعلى قد. دلوقتي يا حبيبة قلبي هنحتاج هنا مكون واركزي معي عشان عايز اقول كلمتين مهمين جدا. عاوزة نص كيلو. حبة صغيرين كده زي ما انت شايفها نص كيلو فقط. من البرسيل الجل الشفاف. ليه شفاف? لاني بيبقى عليه جلسرين. وانا هنا حطى في الاول معلقتين بطاس. وسبق مرارا وتكرارا قلتلكم ان معلقتين بطاس الصراحة بيبقوا كتير. اه احنا بنزبط البي اتش بتاع الصابون اه بتاع البرسيل. وبنحط السكر والكربوناتو والحاجات اللي احنا عطناها دي كلها بتزبط البي اتش. بس برضو لازم ان انا اهدي اكتر من كده. بقى هدي بايه? بقى هدي ان انا بديل نص كيلو من البرسيل الجلسرين ده بستخدمه. طب يا روشة الله اذا انا لفت عليه الدنيا اصلا دولة عربية وما عندناش لا ده هو فيه البرسيل العادي الملوة. يبقى حضرتك هتدخلي. على القناة عندي هتلاقي طريقة الجلسرين. اسهل مما يكون. بمكونات من بيتك ولا خليك تشتري حاجة من برا ولا من جوه. اعملي جلسرين في البيت. وحطيلي منه هنا نص كوباية هيبقى قشطة جدا. طب انا يا روشة عندي مسلا جلسرين من عمد القطار او من الصيدلية. حطيلي هنا معلقة او معلقتين هيبقى تمام قوي. طب انا مش هحط مش هحطي جلسرين ولا اللي انت قلت عليه ده واحد اتنين تلاتة. يبقى حضرتك تركين الوصفة دي يومين. تهدى كده مع نفسها خالص. ويكون مفعول البطاس هدي خالص منها. وبعد كده تستخدمي. اخد هنا نص كيلو برسيل اهو احطه هنا. عايز اقولك ان كمان اللي بتجلسرين ده انا بحبه الصراحة علشان خاطر منعم للاخمشة. يعني بيستخدم كده كمان كمنعم للاخمشة. تمام? تمام. طيب حلوة قوي. هنديره بتقليبها. طيب انا يا راشا بعد الوقتي مسلا عايزة الصراحة ادي له برضو ريحة حلوة لان انت عارفة البرسيل والحاجات دي فانا عايزة الحاجة كده تكون في الغسالة ريحتها امنورة. زي ما قلت لك يا حبيبة قلبي وانوقع كل يوم نقوله كل يوم نقعد نقوله نقوله. قلع وهو حبيب قلبي القسنس. قلت لك القسنس دوت اللي زيزان بس عملت نقط. القسنس ده بتجيبيه من عند اي عطار او اي اي محل بتاع مستلزمات حلواني. دوت بتحطي على الكيكة وبتحطي على البسكوب. اللي المسكة ده بريحة الخوح. فيه طبعا منه بريحة جز الهند وريحة الفراولة امر الفراورة ده حاجة كده دمر برضو زي الخوح كده. وفي روايح كتير وفي برتقان وفي موز وفي حاجات كده. الاساسة اللي انت شافيها دي بسبعة في زغير منها بتلاتة في بخمسة في بعشرة. فطبعا هاتي اللي اجدك. هحط منها كده شوية امراض. هيخلي المسحوق بتاعك. بس تمام قوي. يا ربي على الخوح. انا اكتر واحد من الاساسات دي بحبها الخوح. الخوح ده كده والفراولة امر برضو. بيخسلني من جوايا. روعة جدا جدا. تمام كده. عايز اقول لك برضو حاجة مهمة جدا. يعني انت مسلا لو زنقت معاك ومش عايز اتكلفي نفسك تكلف كتير. ممكن تتخلي عن موضوع اللي هو نصف كيلو برسيل شفاف اللي انا حطيته. لان احنا كده كده قراتي حطين في الاول كوباية من المسحوق. فممكن ما تحطيش المصف كيلو اللي احنا حطيناه. بس لازم تحطي لجليسرين. لاما تعملي زي مرتلق بطريقة القناة او تعمليه تجيبين من عالطور. تمام? او تسيب الوصفة يومين تهد. يعني ان احنا هنا ممكن انت تتخلي عن النص كيلو آآ برسيل جل اللي احنا حطيناه. تمام كده? عشان بس لو واحدة مش عايز اتكلف نفسها لان احنا حطين كوباية مسحوق. بس طبعا لو انت مشيت بنفس خطواتي هيطلع معاك تركيبة امر جدا في النضافة في حاجة كده بجد كمة الروحة. تمام كده يا امر? تمام كده. طيب ايه بقى اللي ناقص تاني? هنلونه بقى يا حبايب قلبي زي ما قلتلكم انا بستخدم الوان مايقة بتبقى بالمنظر دوا بتيجي بودر آآ بيجي بيها بتبقى متاح عند اي محل المنظفات بس محل كبير لان لو رحت المحلات العادية دي هيقول لك ما فيش بيبقى عنده بس يقول لك ما فيش غلاسة كده. فهنا انا جبت الازرق مع اللي هو اللون الفوشيا ده عشان اعمل لكم لهم. تمام? طب ايه اصطر بقى طبعا اللوجيك جودي هي بتفهم في الالوان فانا هشوف كده هاعرف ولا مش هاعرف. تفتكروا هاعرف اعمل? يا جامد ده انت يا جامد. مش جودي الواحدة يا جماعة المتمكن احنا شاطرين برضو. يا جميل. نبيكو التقلقان. سبحان الله. يا سلام. فين جودي يا غزها دلوقتي يا جماعة? طب وحيات ربنا زي الامر. وحيات والله العظيم انا ما توقحت. انا ما توقحتش الجمل ده. الحلوة اهو منتاز جدا. الحمد لله يا رب. شكرا يا رب. شكرا يا رب ما شمتت الجودي فيها. جودي بنتي كانت هي متعهدة الالوان الصراحة ومن غيرها مش بارفع. حاجتين جودي مقدرش اعملهم من غيرها. الالوان وان هي تعدل الفلاش بتاع الموبايل. بصي بقى كده. طبعا انت لو انت اول مرة تشوفينا ده كده ما احتبرش حاجة يعني وقتين بهري وتقولي ايه ده ايه الجمال ده والحاجات دي? لا خالص. ده كمان شوية هتشوف العسل والحلاوة والطعامة والشفافية بصي. استني برضا واريك عشان ايه? استني كده. استني بس شفت اللفة دي. شفت الحلاوة. شفت الجمال بتاعنا عامل ازاي? طبعا هو عايز كمية مية تاني. فانت بقى اخط برحتك. بس استني خليك ما يسوا بقى امرات. استعدوا للمفاجأ. بصي وسوخهم جدا على فكرة عشان لسه كان ان احنا تبنا من عليه عن نار يعني. تمام? لسه بقى لما يبرد كلنا عارفين. بصي. ايه رائق? طبعا ده كده دلوقتي مش حاجة. كل ما عارفين كل ما يعود. كل بصي. والله العزيم امر. بالله عليك لايك يا بنتي على الجمال ده. لايك على الجمال ده. بس العسل. ده طبعا كده ايه? نتيجة مبدئية. هنسيبه بقى نركينه كده شوية كم ساعة. ويه اصول لكم بعد كده بقى. الشفافية والجمال اللون والحلاوة والطعامة والله العزيم اكسم بالله حرفيا بيبقى بصي يعني احلى من بتاع بره. يعني بتاع بره ده ما هو الا قوام كده ولا بينضف ولا بينايل وكلنا عارفين صح ولا غلط? بس الجمال. نركينه بقى كده لحد لما يبرد وياهد خالص ونيجي نقول احلى كلام. لايكات وشوية برجع لك يا امراتي. ارجحت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما عدى كم ساعة وفرجي على الجمال والحلاوة. كل ما اكسبيه كل ما بيزداد شفافية كل ما بيزداد آآ زي ما انت شايفة كده هو القوام اللي هو اللازج دوت. مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني بصي. تعالي كده نوضح اكتر. طبعا بقى انت عاوزة التققلي التققلي هتنيك تحطي زي ما انت عاوزة. انا زي ما يلالكو انا بحب اسيبه تقيد بصي. ايه رائيك في الجمال والعظمة دي? حاجة كده يعني شغل فنادق. ولا تقولي برسيل من برة ولا تقولي اقوى وصفة للملابس. مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني. ايه رأيكم يا امراتي? جربوا بقى هيعجبكم جدا. لايكات بالله عليكم. اختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.